موسيقى يبتد المسلسل ببطلتنا وتفتكر من خمس سنين فجأة صحفيين بيجروا عليها ويسألوها ان هما سمعوا انها كانت مبارح مع شخص عارض اذياء وانها زوجة شخص غني اغنى واحد في المدينة وبسعب الفضيحة دي انخفضت اسهم جوزها وبعدين تكون مع جوزها وتحاول تشرح له ان مفيش اي حاجة حصلت مبارح وانها مظلومة طبعا هوان مش بيصدقها ويمساكها اتزايت تجرأي واتخنيني ومش بيسمعها ويكون عامل زي المجنون ورافض يسمعها وتاني يوم تقوم بسرعة وتلاقي ابوها ويدرابها اول ما يشوفها انت غير محترمة احراكت عيلتنا ويكون جوزها موجود فتقوله ان انا اهدى اكيد رون تم اغواءها من شخص سيء وتمسكه رون مش دل حصل يبعدها ويرفض يسمعها وتحاول تقوله ان هي مش كذابة ما يسمعهاش وبعد ثمان شهور بتكون مريضة جدا لان هي حامل في الشهر التاسع ويوم ولادتها مش بيكون معها اي حد ياخدها للمستشفى وتيجي نان وتقولها انها هتولد علشان تاخدها للمستشفى ترفض لانها حامل بطفل هوان وتبعدها وتقولها انها بوكي افلس ومات ويكون ابو رون زوج ام نان وتعرف ان نان السعب في الاشاعات اللي انتشرت عنها من فترة وتكون نان عايزة تتجاوز هوان عشان عايزة شركته طبعا رون تكون مش بصدقة ومنهارة وليه تعمل كده تتعصب عليها وتمشي لكن رون بتعرف تمشي لوحدها لكن رون بتعمل حدثة ويقول لها الشخص ان السبب هو هوان ويجذب عليها عشان يبعدهم عن بعض لكن اللي لقيتلو يعمل الحدثة هي نان وبعدين يكون هوان في المكتب ويجي السكرتير ويقول له ان زوجتك هربت وكامان اتخلصت من نفسها لكن مش لقين جثتها السكرتير عرف من اخر مرة كان بيرائبها فيها ان كان فيه شخص بيمشي وراها ويكون هوان مش مصدق ان هي ماتت وتأكد ان هي كانت بريئة من الاشاعات بعد ما السكرتير بحث كتير عن الاشاعات وانها كانت كذب ورون صدق ويقول الشخص اللي كان عليه اشاعات مع رون انها فعلا بريئة وان فيه شخص اداله فلوس علشان يزيف كل حاجة ويمسكه عبل ما يعرف من اللي طلب منه يعمل كده تيجي نان ويجيب لي رسالة كانت كتبها رون لكن طبعا الرسالة مزيفة وفيها ان هو يتجوز بعد ما تموت ويأتني بيها علشان رون يقرأ الرسالة ويكون فيها ان كل حاجة غلطها ويكون هو منهر طبعا وبعد خمس سنين بترجع رون المدينة ومعها طفلين وتكون صاحبتها مستنياها وتعرفها على اطفالها وتكون صديقتها لقت بيت ليها وتكون رون عايزة وظيفة في شركة جزهة علشان تكون قريبة منه لانها فاكرة ان هو السبب في كل حاجة ويكون اللي انقذها شخص اسمه فانج ويكون سبب رجوعها ان ابنها مريض جدا وعايزة ليه عينة من دم جزهة علشان يقدر يخف وده الامل الوحيد وتكون عملت عملية بسبب الجروح اللي كانت في وشها قبل ما تختفي وشكلها تغير 180 درجة وبعد ما تنجح لعملية يسألها الدكتور فانج انها متأكدة انها عايزة ترجع للصين وتقرب منه وان وتقول انا هعمل اي حاجة علشان ابني وتخلص ذكرياتها وبعدين يكون جوزها في المسبح وتشوفه وتقول هو زي ما هو ما تغيرش ابدا وتشوف نان في الاخبار وبتشكر الصحفيين ان هم مهتمين ويسألوا عن جوازها من هوان فاجأ شخص بيغبط فيها لانها مركزة جدا في الاخبار تطع ويمسكها هوان تتسدم وتشكره وبتعتذر لان بساوي انها كانت مركزة في الاخبار مع خطبته اتخبطت ووعد فيسألها هو انت تعرفيني فاجأت تيجي نان وتقول هو فعلا بيحبها علشان ياخدها معه في كل مكانه في اي وقت وتمشي ران ويسأل نفسه هوانا شفتها فين ليه حاسس ان هي مألوفة ليه وتيجي نان وتمسك ايده وتسأله مين دي يبعدها ويقول لها معرفش انت بتعملي هنا ايه ويسيبها ويمشي تغضب طبعا وبعد ان تكون ران مش سعيدة تسألها بنتها هوانت ليه مش سعيدة تعمل نفسها فرحانة وتخليها تاكل ويكونوا اطفالها بيتفرجوا على فيديو ابوهم هوان بينقذ امهم واما في المزبح ويقول ابنها هي راح تشوفك عشان اخويا هو شخص حقير وشرير تسأله اخته هو ده بابا ده شبهي فيقول لها اخوها سعديني وساعدي امنا علشان تقرب من الحقير ده علشان نقدر ننقذ اخونا التالت تقول له ان هي اعتصرف كويس وبعدين يكون هوان رايح الشركة فجأة تجري عليه مومو وتحضنه بابا طبعا كل الحراس بيستغربوا ايه زي بتقوله يا بابا فيشيلها ويطلب يعمل اختبار ابوه ويعمل الاختبار ويعرف ان هي فعلا بنته يتصدم هوان طب ازاي بنتي يسأل بنته عن اسمها وعمرها ويعرف ان اسمها مومو وعندها خمس سنين يفتكر اليوم اللي عارف ان زوجته ماتت فيه ويقول ازاي ده هي ماتت اكيد كمان الطفل مات يسألها عن اسم امها تقول له ران يتصدم ويمسكها ويسألها فين امك تقول له ما عرفش هي فين ويقول للسكرتير يفحص كل كاميرات المرابة اللي قدام الشركة عشان يعرف ازاي هي وصلت من غير امها فيقول له السكرتير ان كل الكاميرات اتعرضت للهجوم وكلها بازت فيخليه ياخد مومو للبيت عنده ويجي له اتصال من السكرتير ان بنته مش موافقة لأي خدامة في البيت فيقول له وان عين خدامة جديدة فيوافق السكرتير ويكون في نفس الوقت ابنها بعد سيرة ذاتية عنها للشركة لابو وكمان قبلوها ان هي تشتغل يتصل بها السكرتير ان تم اختيارها انها تكون المربية الجديدة لبنت الرئيس تتهاد مران بنت الصغيرة وتفتكر نان وهي بتقول انها حامل في طفله وان وتفتكر ان هي بنته من نان وانها كانت عايزة الشركة واكيد هي دي بنتها عايزة مني كمان اعتني بطفلتها وتكون مصدومة لكن بتوافع عشان تقرب من جوزها وتعرف تنقذ ابنها التالت وتقول لابنها عايزة نكون خدامة شخصية هي دي الوظيفة اللي انت جبتها لي يقول لها دي فرصتك علشان تعرف تنقذي اخويا وتزرعي لي نخاع بس روح البيت هوان ده الاسهل علشان تقربي منه وتروح بيت هوان وتقول نفسها خمس سنين وما شفتش اي حاجة تغيرت في البيت وتلاقي بنتها وهي نزلة واللي هتعتني بيها تتصدم وتروح معها الحمام وتسألها هو انت هنا ليه تقول لها بنتها اخويا قال لي دي الطريقة الاسرع علشان تقربي من بابا وكده هنقدر ننقذ اخونا واكد انت مش غطبانة مني يا ماما تقول لها مامتها لا طبعا مش غطبانة بس لازم تنسي ان انا مامتك هنا اوعد نادي علي يا ماما قدام الناس فتوعدها بنتها وتحضنها ويجي هوان ويخبط تتخضران وتصرف بنتها وتقول ان هي بتستحمى وتفتح له الباب ويشيلها ويقول لها انا لقيت ليك مربية جديدة روحي مع السكرتير علشان تشوفيها تقول لبنتها ان المربية معاها وهي لطيفة وهي كمان حبتها ويخليها تروح مع السكرتير يروح ويشوف المربية وتكون بتنظف ويقول هي دي ران يقول نفسه هوانا مجنون دي ماتت من خمس سنين يسألها هوانتي خدامت ممو وتيجي تقوم تقع يسندها ويقعوا قولي كمان انك من عيلة سونج يمسكها جامد تتقلم وتقول له انت بتئذيني يمسكها جامد انت وقعتي في المسبح يمبرح عن عابن كان عصدك تعملي كده عشان تكلميني وبعدين تيجي البيتي وتعتني ببنتي وبتستخدمي اسم زوجتي تيجي فجأة بنته بابا انت بتئذيها ليه وتبعده وتتطمن عليها بنتها وتقول لها زازم تتصل بالدكتور عشان يتطمن عليك يقول لها اسمعي كلام بنتي واتتصل بالدكتور تقول له لا وانا مبرح ويعتب المسبح بالغلط وانا جيت هنا بقدم على وظيفة وماليش اي علاقة ببنتك وتخلي بنتها تمشي بحجة ان هي عايزة تاكل حلوة وتقول له البنت لو اتنمرت على العامة دي ههرب من البيت واعتصل بالشرطة وتمشي مع ران ويقول للسكرتير يجيب له كل معلومات عن ران دي ولي اسمها زي اسم زوجته وبعدين تكون البنت مستنية الحلويات اللي امها بتعملها لها ويجي لها هوان يسألها او انت بتبصي على ايه تقوله ان هي مستنية الحلوة اللي العامة عملتها لها وانها تستوي بعد نص ساعة يسألها على ران تقوله ان هي مشت ومش هترجع تاني لان هي مش مستحملة المزالة والإهانة يستعرب ان هي مشت تقوله بنته لو ما اعتذرتش ليها مش هترجع تاني وتقوله مومو رغم ان انا بحب المربية لكن انت واسيم وتطلب منه يعمل ليها اكل ويقولها انه مش عايزك تزعلي من اللي حصل ويقوم يعمل اكل لبنته وتصوره وتبعت السور لامها تستغرب ازاي بيعمل لها اكل ده عمره معامل اكل ابدا وازاي بيعمل وهو كان عايز يتخلص مني ومن الطفل زمان ويجي ابنها وتقوله انت رايح فين وده الشغل اللي انت جبته لي انت عارف قديه ابوك قاسي يقولها دلوقتي ولا بعدين لازم والدي يعرف مكاننا ويعرفنا عرفيه انت الاول تمسك ايده انا بحبكم انتو التلاتة مش عايزة اي حاجة تحصل ليكو وكمان اخوك لسه في المستشفى مستنينا علشان ننقذه يقولها لازم يكون اخويا واختي بخير ويبدأ هوان ينين بنته ويحقلها قصة لكن بيكون مش عجبه طريقته لانها طريقة اسية فيقول بهدوء اكتر يكون برضو مش عجبها فيقول لها خلاص نامي وتكون هتبكي لانها ممكن تحلم بكوابيس يقول لها مامتك ما كانتش بتحب تبكي اوانت طالع زي مين بتبكي في كل حاجة تقوله لما كنت بصحة في نص الليل كنت بشوف ماما وبسمعه هي بتبكي في السر يسألها هي دايما كانت بتبكي تقوله ايوة وتسألوا لو هو بكى قبل كده يقول لها بابا مش بيبكي ابدا فتسألوا لما ماما سابتك انت بكيت فيفتكن لما قرأ الجواب لانه مفتقدها وتخلصت من نفسها وكان بيبكي في اللحظة دي فيقول لها نامي لانه عندي شغل وانه هيلاقي ليها مربية تعتني بيها بكرة وتاني يوم يكون ابنها رايح الصف ويقول لها ان العمه منجي مستنياة وكمان هترجعه البيت مش لازم تيجي تغديني ويمشي والباب يخبط فتقول نسيت ايه تفتح الباب تلاه وانفو الشهر ويقول لها انه عايز يتكلم معاها تقوله تتكلم في ايه فيكون عايز يدخل الاول ويتكلم ترفض لو عندك اي حاجة اقولها من على الباب لا ان انا عايشها الوحدي ودي حاجة مش مريحة لي انك تخش فيقول لها ان هي ترجع لعمل تاني تبتسهم وتقوله انت بتهذر معايا انت متأكد انك عايز توظفني تاني انت معساخد ان انا جاسوسة عليك ويشوفوه الجيران وبيقولهم ان هو السيد هوان تقول له لأ مش ممكن ازاي هيكون في مكان زي ده وكمان بنت مش موافقة تدخله ده زي ما يكونوا في الرواية هما اللي بيعملوا كده وبس فيتحرج ويدخل ويقفل الباب ويوقفوا ويسمعوا الجيران بتقول اكيد ده مجنون ده خاطب من خمس سنين اكيد مش هو وتقول له ممكن تسمح لي امشي وتبعده وتقول له زي انت هنا في المكان ده المكان ده مش مناسب ليك يبص على شاقتها ويفتكر قبل خمس سنين وهم بيشوفوا البيت اللي هيعيشوا فيه وتتخيل هيكون عامل ازاي وانها تحط لوحة كبيرة عند الباب وده بدوب زي ما هي حطة في بيتها دلوقتي وانه اول ما يدخل الباب هيكون الدوب بيستقبله وتخلص ذكرياته ويقعد ويقول لها انت مش بتعملي الشاي زي زوجتي كمان بتقلدي سلوكها في بيتك وكل ترتباتها في البيت والشاي اللي انت عامله كان هو اللي بيحبه لكن مش زوجته تقول في نفسها انا كمان كنت بحب الشاي ده وفجأة يقوم انت بتقلدي زوجتي انت عايزة تعملي ايه تقول له انا معجبة بيها وعايزة تعلم منها يبعد ايديها تقول له انت غضبان ليه انت بتحبي مين فينا اختار يقول له لو هدفك انا الافضل انك تموتي تقول له عشان انت مش بتحبها ابدا مفيش امل انك تحبني صح اكيد مش مناسب ان انا قلدها تقول له انت خاطب نان اكيد بتحب نان يقول له دي ارادة زوجتي هيا لليش ان انا اخطوبها تقول له اه زوجتك كريمة بتخلي البنات تشارك فيه بعد موتها يصرخ عليها افتكر انت مين مش عايزة اسمع منك اي حاجة تاني ويحط ليها عقد العمل وتمضي عليه اتصل بالسكرتير لاني نان موجودة في البيت وبتقول ان مومو مش بنته وتسأله ران ايه اللي حصل لانها بنتها وتروح معاه البيت وتدخل للاول وتلاقي بنتها حزينة بتبكي ونان هناك وتشوف بنتها تلاقي علامة ضربة على وشها وتقول نان لران انت مين لان شكلها متغير انت بنت سيئة اكيد هنا علشان تغوي خطيبي وتسأل بنتها مين اللي عمل كده تقول لها انا كويسة فتقول لها نان انا تقول لها انت عايزة تدفي عن بنت لقيطة فتقول لها ران انت من غير قلب وتتنبري على طفلة عندها خمس سنين ازاي قدرت يعملي كده فتقول لها مين اللي قال ان هوان ابوها فتضربها قبل ما تكمل كلامها وتقول في نفسها انا كنت بحبك كل الوقت ده على الفاضي لان اختها من الاب والضربة دي مش هتقدر تشيل الكره من قلبك فتقول لها نان ازاي تتجرعي وتضربيني انت عارفة ان هكون السيدة في البيت ده وتمسكها فتخاف البنت على امها وتحاول تبعد نان فتبعدها وطاع البنت تتخضر ران عليها وتضربها نان فتضرب ران وتوقعها انت عايزيني يضربك وتيجي تضربها يمسك هوان ايديها انت بتعملي ايه فتبعدها نان ازاي تجرعي وتلمسيني شوفي الاول انت مين فتطمن عليها بنتها فيلاحظ هوانة ضربة على بنته ويسألها مين اللي عمل كده تقول هي الخدامة حتى ما داتش وقفها وتقول بنته انت اللي ضربتيني فتقول لها نان انت زاي تحمي خدامة وتقول علشان مومو مش بتحبيني قالت كده وتفهمني غلط فتقول لها البنت ضربتيني فتضرب نفسها نان علشان تنهي الموضوع بسرعة وكمان علشان تكذب الطفلة وانها مش هتدر تتغلب على كلامها فتقول لها البنت انت اللي ضربتيني عايزة تحميلي المربية المسئولية انت بنت سيئة فتأخذ دران البنت علشان تعالجها وتقول لها بنتها ازاي بابا هيتجوز البنت السيئة دي انا بكرهها تقول لها دي خطيبة ابوكي وحاول تبعدي عنها وقال اللي هاخدك من هنا خالص وهمشي ويكون هوان سمعهم وبعدين تكون رم بتشوف كتفها لانه بيوجاها جدا من الوقعة يجي هوان ويقول لها انت بتعملي ايه عايزة تغويني تقرب وتمسك ايده انت مسدى اللي انت بتقوله رغم ان انا ما عملتش اي حاجة لي مش حاس بالاسف انك مفكر كده فيبعد ايده يسألها لو لسه بتتقلم تقوله لأ ويسألها هو انت ليه بتهتمي بممو كأنك امها الحقيقية تقوله اكيد اهتمي بيها يمسكها ويقولها انا مش بحب افعالي النساء الخبيثة خلي افكارك الصغيرة ليكي ولا مش هقليك تقدر تعيشي هنا في المدينة وكمان ممكن انهي حياتك تقوله خلاص هشوفها تعمل ايه ويمشي وبعدين تكون خارجة من البيت واجيلها نان انا عارفة انت بتفكري في ايه تستغرب ران بفكر في ايه تقول لأنا انا كشفاكي هوان هو خطيبي بنصحك تبعدي اي افكار عن راسك وتهددها بتسجيل انها هتوري هوان التسجيل ده واكيد هيتردها طبعا ران مش بتهتم بتهددها وتروح نان الشركة وتدخل بالعافية لهوان وتقول ان الخدامة بتعمل حاجات غلط وتسمعوا التسجيل وتكون سجلت ليهم سوا قبل ما تروح له وان ران عايز اتقرب من هوان لان دي فكرة هوان وتقوله لازم تطردها يرفض لان بنته بتحبها وقول اللي عايز ان بنته تكون سعيدة تقول له نان انا اهتم بيها هي عارب لي انا يقول لها تهتم بيها انت ضربتيها تقوله لما كنتش عارف في الاول ان هي بنتك لو كانت ران موجودة كانت هتخليني انا اعتني ببنتها بدل البنت الغريبة دي اللي قلبها قاسي مع بنتك يرفض وتتعصب وتمشي ويجي السكرتير ويدينه معلومات عن ران المربية اللي بتحبها بنته ويعرف ان هي كانت في الخارج مصممة مجوهرات مشهورة يستغرب ازا هي مستعدة تكون خدامة يطلب من السكرتير معلومات دقيقة جدا عنها لانه شايف ان هي مش فقيرة ابدا وإن اللي يخليها تشتغل خدامة اكيد ليها غرض تاني يرجع البيت يلاقي بنته حزينة تسأله هو انت فعلا تجاوز البنت السيئة دي يولا دي امور الكبار ما تهتمش بيها تقوله ليه ما اهتمش بيها ليه عايز تجاوز من شخص تاني انت مش بتحب أمي ليه مش بتحبها ليه مش موجود صورة ليك انت وامي في البيت فيقولها لازم تنام كويس لما تسحي بكرة هوريكي صورة لي انا وامك وتكون سعيدة وتنام وتكون ران في مكتبه بتفتش فيه وتشوف ألبوم صور لها هي وبس كان محتفظ بيه وتقول دي صوري القديمة ما كنتش عارف انه ممكن يعمل كده علشان يخبي على قرهيته يحتفظ بالصور كأنه بيحبني وييجي هو فجأة ويشوفها ويقولي نفسه انت بتحاول تغويني بالليل ويجي يمسك ايديها انت بتعملي ايه بتتخضي جامد لدرجة ان هي بتكون مش عارفة تقول ايه ويقعو لانها مش عارفة تتحرك وتقرب منه من غير قصد وتقوم من صدمتها ويقولها انت كنت بتعملي ايه وتقوله ان الخدامة قالت ان صور زوجتك في مكتبك ومامو عايزة تشوفهم فانا كنت بسعادة ان هي تلاقيهم يقول انا مكنتش عارف ان في صور موجودة هنا تقوله طبعا زوجتك ماتت من فترة كبيرة طبيعي انك ما تفتكرهاش وتقوله ان الوقت تأخر ولازم ننام وتكون عايزة ألبوم الثور بيرفض انا هتديب نفسي بكرة لبنتي وتمشي ويقول في تشبه بين زوجتي وبين المربية دي ويفتكرها ويفوق نفسه انت بتفكر في ايه الوحيدة اللي بتحبها هي ران زوجتك والتاني يوم يوري الثور لبنته وتقول لبنته ان امها كانت جميلة جدا وتكون فعلا زي ما امها قالت ليها ان هي كانت جميلة زمان يسألها هي شكلها زي دلوقتي تفتكر لما عملت العملية بسبب الجروح اللي كانت في وشها وكانت خايفة من وش امها بسبب الشاش اللي كان عليه وعنيها هي الوحيدة اللي كانت بينها تقول له ان امي دلوقتي قبيحة لسه عايز تلاقيها يسألها ليه امك جابتك هنا من غير ما شوفها تقول له امي قالت ان هي مش عايزة تشوفك وان انت وهي مش هيكون بينكم اي علاقة ابدا يقولها لو عارفة تتصل بامك قولي لها ان في حاجة مهمة عايزة اقولها لها وان اغل تصل بيها ويخلي بنته تروح تاكل لانه عيروح الشغل ويمشي بعد انت جنان وعاية تدخل البيت بالعافية ويحاول الخادم يمنعها لكن هي بتبعده وتلاقي الثور هوان وران سوا تتعصب وتكسرها يقول لها الخادم انه هيتصل بسيد هوان وتقول انا تخلصت منها زمان دلوقتي هي جابت بنت شريرة تحاربني وتلاقي صور تانية تكسرها وتقول انا سيدة البيت هنا وتيجي بنته وتشوف الصور متكسرة وتقول لها انت فاكرة انك مجرد ما ترجع البيت السور تتعلق عايزي تقول لها بابا قال ان امي هي سيدة البيت تقول لها نان هو بيقنعك بس بكده لكن في المستعبل انا هكون السيدة للعيلة فتقول لها انت مش امي علشان تقولي كده وبتقول للخادم قول لوالدي ان خطبته هاي اللي قصرت السور وخليه يعمل اتنين غيرهم وتقول لها نان او انت فاكرة انه هوان هيعمل ايه ليا ده بيحبني جدا فتقول لها لو بابا بيحبك جدا لما علاقش ثورك انت على الحيطة المتعصبة لكن مجروحة من الازاز وبتقول للخادم يساعدها تروح المستشفى يرجع هوان البيت وتقول له ران انت بتعمل هنا ايه خطبتك كانت هنا في البيت وكانت عايزة تضرب مومو وتكون بتجمع صورهم سوا يبعد السور يمسكها هو انت فاكرة انك ممكن تخليني سعيد ليه بتلمسي حكتي تقول له انا سمعت انه عندك بنت منان علشان كده مش عارف تدي مشاعر كلها لبنتك يقول لها لأ طبعا انا عمري بعد انجبت منان مين الال كده تبعده انا بس كنت بقول علشان اشتغل اكتر وتمشي فيقول انت لعينة وبعدين يكون هوان مع نان ويعزمها على عيد ملاج جدته ويقول لها انه هيعلن عن فاس خطبتهم في الحفلة تتسدم وتقول له ليه يقول له دي كانت امنيت ران زمان اننا نتخطب وانا حققت امنيتها ولازم كل واحد فينا يروح للشخص اللي بيحبه تقول له لكن انا وانت ما عندناش حد تاني نحبه يقول لها وجود بنتي بيثبت ان ران ما ماتتش وطالما هي عايشة ليه اكون معاكي في علاقة سخيفة زي كده وكمان انت وبنتي مش متفقين خلينا ننهي الخطوبة دي ويمشي تتعصب انا عتخلص من ران وبنتها اللقيطة دي بعد انت تكون ران متجهز اكل ويجي هوان ويقول لها انت بتعملي اكل مومو بيدك ويطلب يعمل هو الاكل ويكون عايز يروح يشتري اكل علشان يعملو ويطلب تروح معاه فتوافق ويروح يشتروا اكل ولما تكون عايزة ترجع يقول لها انه لسه يشتري ملابس لبنته وياخدها معاه ويكون هو بمحتار في الهدوم وهي بتختار ليها ويقول نفسه دي مش عارفة ما اسم مومو دي كمان عارفة الحاجات اللي بتحبها وتيجي الموظفة وتقول له عايز تشتري ملابس لزوجتك يستغرب زوجتي تقول له زوجتك شخصيتها كويسة وزوجها جميل ملابس دي ليكي تقول له لي بتديني حاجة زي كده يقول لها دي مكافأة لا انك انقصت بنتي ويشكرها ان هي وفت ان هي تعلمه يعمل الأكل وانها بتبزي الجهد كبيرة علشان بنته لكن مش هقدر اديك اللي تستهليه وتشكره وترجع البيت لمومو وتكون سعيدة جدا بنتها ان ابوها جاب لها ملابس ويجالها اتصال ان فيه شخص صورها وهي مع هوان والصور انتشرت تتصدم وكمان نان عملت معابلة وانهارت من البكاء بسعب السور والناس مسميينك عشقة السيد هوان وتشوف معابلة نان للصحفيين وتبكي وتقول انها وهوان بيحبه بعض جدا واكيد هوان مش بيغشاني وتقول ران انتي اللي غشاشة وبعدين يجي لها هوان عشان تعلمه يعمل أكل البنته بنفسه وهي ماشي عشان تجيب الحاجة بتكونها طوع ويسندها فيتوتره وتبدأ تعلمه ويمسك الأكل من ايديها فيلمس ايديها تبعد وتحط الأكل ياخده هو من المطبخ وتقوله انت عندك قطيبة من الأفضل اننا نتعامل من بعيد فيقول لها انا تعاملت معاكي أقرب من كده ويحضر الأكل وتكون بنته سعيدة انه عمل لها أكل ويهتم بأكل بنته وكمان بيهتم بأكل ران تتصدم وتدي الأكل تدهولها لبنتها وتقول المرة الجاية انا اللي أعمل أكل بنفسه ومش هزعج السيد هوان تاني فيغضب ويقوم بعدين يكون متعصب بساوي اللي عملته ران ايه اللي حصل لها النهاردة يفتكرها ويجي السكرتير ويقوله ان السيدة نان موجودة فيسأله هي هنا ليه يقوله اكيد بسبب الأخبار المنتشرة على الإنترنت ويكون هو مش عارف اي حاجة خالص عن الأخبار والسكرتير يوري له السور المنتشرة مع ران وان الناس بتقول عليها عشقته وانها خدامة واكيد خدعت السيد هوان وكل الناس متعطفة مع نان يمشي يروح البيت وتكون نان مع جدته في البيت يسألها هوانت هنا ليه فتغضب عليه الجدة لولا اللي حصل انا مكنتش هاجي هنا ليه مش عايز تعترف بغلطك كل السور في فيديوهات المنتشرة ليك مع الخدامة ايه اللي بيحصل يقول لها دي خدمتي طلبت منها تشتري معايا البقالة فتقوله من يوم ما ران زوجتك ماتت قد ايه الوقت وانت في البيت وفيه خدمات كتير انت مش محتاج خدامة صغيرة لو كانت مجرد خدامة خليها تسيب البيت وتمشي فقال لها هي ما غلطتش اطردها ليه تقوله هي ازعاجة نان زوجتك المستعبلية فيسأل نان هي ازعاجتك فتقوله انا شرحت كل حاجة لجدتي كل حاجة من كلام الناس اللي بتقوله على الناس فتستغرب الجدة من كلامها ازاي تقولي كده المفروض انت الوحيدة اللي تكوني عايزة تطرديها مش الناس وتقول لهوان انا اسألك سؤال واحد هتطرد الخدمة يقول لها لا يرفض تتعصب اديني سبب واحد عشان تكون هنا غير كده يكون انت فعلا مفتون بيها وبتحبها في فعلا سبب لكن مش مناسب اقوله فتقوله الجدة مش مهمة بالنسبة لي اي سبب اطردها وكمان زفافك معنان قريب يقول لهوان لو بصممة تكبريني على الجواز هفسخ خطوبتي معنان دلوقتي حالا تتعصب ازاي تتجرب ازاي ما تسمعش كلامي انا اما تطرد الخدمة دي او تعمل حفل زفافك معنان حالا غير كده ما تخلنيش اشوفك تاني حتى بحفلة عيد ميلادي مش عايز اشوفك وتحاول ان انتهت دي وتقول له انا حاولت اقنعها انه مفيش اي حاجة وان كلها اشعال فتسأله هو انت ليه خرقت معاها تتسوق فيقول لها ازاي اخرج اتسوق بعد الظهر الاقي الاخبار منتشرة بالصور تعتقد ان دي صدفة تقوله انت بتشك فيها يلا انا كنت مستنى عيد ميلادي جدتي عشان اعلن عن فسخ خطوبتنا لكن افتكر مش هاضر استنى لليوم ده دلوقتي الناس هيقولوا ان انت فسختها عشان الخدامة تقول له ما تقلقاش انا هفسخ الخطوبة معك لكن مش دلوقتي ويخليها تمشي لانه عايز يكون لوحده شوية وبعدين يكون ابن رم مع صديقتها وتعرف ان اولادها هم السبب في نشر الشائعات ويقول لها ابنها لو عايزانها يوقف وليلي تقول له لا وتقول نفسها هوان ونان انا هندمكم واتصل بها الدكتور اللي عمل لها العملية لانه صديقها يسألها عن الاخبار المنتشرة عنها واذا يتشتغل خدامة عن دهوان ويطامن عليها ويقول له ان هو يتعامل مع الشائعات وانه هيدر يساعدها تقول له لا انت كنت معايا طول الخمس سنين ومش عايز تزعجك اكتر من كده انا هنتقم منهم بنفسي يقول لا انا مش عايز اشوفك بالتقذي تقول لا انا متعودة واتسأله عن صحة ابنها يقول له هو كويس لكن دايما بيلعب على الكمبيوتر ويكون زي ابنها المريض هو اللي بيتحاكم في الشائعات ويكون هو مش عارف حتى يخترق او يوقف الشائعات دي ومتعصب لانه مش عارف يوقفها ويقول ان اللي بيتحاكم في الشائعات دي عايز يستفزه والطفل بيعرف ان ابو هو اللي بيحاول يوقف الشائعات دي لكن هو مش بيقدر يوقفها فيبعت ليه ابنه تهديد وانه عشان ما ينشرش اكتر يدفع له 2 مليون لكن بيكون التهديد بصوت نان يستغرب السكرتير ازاي بصوت نان يقوله ممكن يكون صوت صناعي يقوله لأ ويقولها كيك في صلة لها بالموضوع يقرر يقبلها ويخلي راند وروح معاه والتسجيل بصوت نان لانها قدت فلوس مقابل نشر الشائعات دي واللي اخد الفلوس هو الطفل لانه هو اللي نشر الشائعات وتكون نان مع صاحبتها وبيشوف رأي الناس في الشائعات وكلهم بيهينوا الخدامة ويشايفانها مجرب بنت عايزة تدمر علاقة نان وهوان ويقرر تنشر شائعات بفلوس اكتر علشان تتنشر اكتر وتقول ان الخدامة مش هتقدر تتحداني وتقول ان هي هتدفع فلوس لا انها مش عايزة الخدامة تخرج من الموضوع ابدا ويجي هوان لبيت نان تتصدم صاحبتها اول ما تشوفه ويسأل عن نان ما تردش وتكون متوترة يدخل على طول تدخل ران واول ما تشوف بيت نان تفتكر لما ران اشترت لها البيت وكانت نان سعيدة بيه وقعت لها ان ما عندهاش حد تحبه اكتر منها عشان كده اشترت لها البيت ودولي نفسها ما كنتش توقع ان نان نكون لسه عايشة في نفس البيت اللي اشترته ليها وتيجي تدخل لنان تمنعها صديقتها لان نان معاها اهوانا علشان يتكلمه سوا واكيد نان مش هتحس بالراحة وانت موجودة انت خدامة مش اكتر فتبتسم بسخرية ازاي عرفت ان اهوان جابني هنا عشان اعتذر ليها تقول لها صديقتها انت فاكرا اني معرفش من البداية انك عايز تخرب العلاقة بينه وبيننان فتقول لها يعني انت قصدا توقفيني لان انا نجحت في تخريب العلاقة تقول لها لا طبعا انت حتى ما تتقرنش بازبعها فتقول له خلاص ليه بتوقفيني ايه اللي خايفة منه وتدخل واول ما تقول له صاحبتها النهوان هنا تتسادم وتفل الكمبيوتر واتسأله او انت ليه هنا فجأة فيامر السكرتير يشغل الكمبيوتر تمنعه لها عايز تفتح جهاز شخص تاني وتحاول تخرجه يقول لها افتحي بنفسك الكمبيوتر طالما انت مش موافقة السكرتير يفتحه وتقول في نفسها لو فتحته وشاف اللي حصل الاعوقب مش هادر اتخيلها فتيجي ران وتقول مش ممكن تكون مخبية حاجة تقول في نفسها ازاي قدر تتخيل ان انا مخبية حاجة ويخلي السكرتير يفتحه بالعافية ويكتشف السكرتير اللي حصل وتقول ران في نفسها انا اعتقد ان هوان جايبني هنا علشان اعتذر لكن جايبني هنا علشان يدور على ادلة ويبرقني ويقول هوان لنان اشراحي فتضرب صديقتها اللي شغالة عندها سكرتيرا ازاي تعملي كده علشان سمحت ليكي تجيلي اللي عمل بتستخدمي جهازي عشان تعملي كده تستغرب صاحبتها وتقول نان انا اول مرة شفت الاخبار دي الصدمت اكيد الاخبار دي مزيفة لكن ما توقعتش ان كل حاجة انت اللي خطبت ليها فتقول لانت اللي طلبت مني اعمل كده طبعا نان بتنكر وتقول لهوان انا كل ده غلطتي لاني مهتمتش بالسكرتيرا كويس انت بتكرهني ومتضيق مني وممكن هقبل كده لو انك جيت النهارده ما كنتش هعرف ان هي كانت بتعمل كده من ورايا يقول لي انا هي عملت كل ده وانت مش عارفة تقول له انت عارف ان انا غبية انا هقول رئيس الشركة تطرد تتعصب البنت وتقول لها دي كانت فكرتك انت ليه كل حاجة بتحمليها لي تقول لهوان مش انا اللي عملت كده فاتبع لها ناني عشان ما تعترفش بالحقيقة لو مش انت قصدك مين تقول لي انا وتقول لهوان انا معاك من فترة كبيرة اكيد عارفني مش محتاجة عمل كده فتقول رون استني عندي سؤال وتساعد السكرتيرا تقوم وتسألها لو تعرف كلمة المرور لبطاقة ناني المصرفية تقول لها لا فتبتسم رون وتقول هوان انت تعرف الفلوس اللي تدفعت للشخص ده من بطاقة مين ويخلى السكرتيرا يتأكد من معلومات فتقول ناني ان السكرتيرا عرفت رقم بطاقتي في السر وان السكرتيرا البنكي كان بيكلمني كل شوية لان هي عرفت كلمة المرور واخدت فلوس وماكنتش عارفة فتقول للسكرتيرا لا انا معرفش كلمة المرور ابدا فتقول لها انت مش هتتجرع وتعترف انك اخدت فلوس من حسابي لانك كده هتكوني حرامية وارفع عليك ده وتخش السجن فتسقف ران وتقول ممكن تكون بريئة والنهوان مش هيلومك لو اعتذرتي تقول لها لي اعترف بحاجر ما عملتهاش يقول لها هوان كفاية وتقول ران هاي دي الطريقة اللي خسرت بيها قدام نان ويجي السكرتير بالتقرير المصرفي ويقول له السكرتير ان الحساب المصرفي تابع للشركة مش لنان فممكن يكون اي حد تاني يعمل كده تتصدم ران وكمان نان بيتصدم ازاي حساب الشركة فتقول للسكرتيرا حتى لو كان عندك ضمير واستخدمت حساب الشركة كنت يتوقعني في مشكلة وتقول دلوقتي هاضر ازبط براتي وتقول ران استسجيل الدهولي ابني مش ممكن يكون مزيف ممكن يكون هو اللي عمل كده علشان يبرق نان ويقول هوان يتصل بالعلاقات العامة عشان يوقف حساب الشركة وتكون ران مصدومة وتقول لنفسها بيمثل في المصرحية دي عشان يبرق نان انا حصة بالقرف هما لسه متغيروش من خمس سنين منافقين هما الاتنين وتقول لهم ان هي ترجع البيت قبل ما موم تصحى عشان تكون جنبها وتمشي وتقول نان في نفسها خدامة تجرأت عشان تتحداني هي مش عارفة قدراتي وبيقول هوان لنان مش عايزة شوف ده بيحصل تاني تقول لنفسها هو شاف الكمبيوتر ولا حصل ويمشي ويقول للسكرتير من امتى وانت معايا يقول له من 6 سنين يقول لفتكر ان كان عندك حبيبة يقول له ايوة من 8 سنين دلوقتي احنا مخطوبين يقول له وان وهي عارفة انك بتحب نان يتصدم السكرتير ويسأله فعلا الحساب اللي قلت عليه حساب الشركة فيقول للسكرتير انه اخطأ انه هو ساعدها لانه افتكر انها كانت في حالة صعبة ويسأله انت فاكر انك كويس فعلا لرون نان هي خطيبتك وكانت عجزة من حقها تعمل كده انت عمرك ما اشتريت ليها ملابس لكن انت اشتريت لي الخدامة في الماضي كنت بتطرد الخدامة لو عملت حاجة يقول له وان كفاية دي المرة الاولى اللي تعمل فيها غلط انا اسامحك المرة دي لكن المرة الجاية مش اسامحك فاسأله هو انت هتعمل ايه معنان يقول له عندي خطتي وبعدين تكون رم بتعمل اكل وهي متعصبة من اللي حصل وتكلم بنتها اخوها انه مامتهم متعصبة ومش عارفة مين السبب بعدين تنيم رم بنتها لانه معرفش يثبت حي اتنان فتقول له امه انا مش بالومك يطلب منها ترجع لو كان الوضع سيء انا عارف ان مريض لكن المرة دي من غير علاج ويقفل الهاتف فتبكي وتعتذر لابنها لانها مش امك ويسة لانها مش عارفة تلاقي علاج ليه وبعدين تنزل ويكون هوان متعصب وقعد لوحده وتفتح النور وتشوفه ويلاحظ ان هي كانت بتبكي يسألها ما تردش عليه يقول له هاتي مية فتجبله يسألها تاني ليه بتبكي تقول له حاجة مش مهمة انا ببكي لما اكون عايزة ابكي لو مش عايز حاجة فانا هروح لمومو يمسكها قبل ما تمشي تقول له انت بتعمل ايه وتبعده يقول لها انت حاسة بالظلم بسبب اللي عملته نان ويقرب منها هتفتكر كلام الدكتور وانه مش لايه اي نخي عظام موافق مع ابنها فبتقول للدكتور بس فيه طريقة واحدة ان نرجع الصين وانجب طفل تاني من هوان وتاني يوم تكون حزينة من اللي هي عملته يقول لها وان انت حاسة بالظلم تتعصب انا تصورتي في السر واتهمت ان عشائتك كمان ما عنديش الحق ان احس بالظلم يقول لها ان نان مهمة جدا لانها تكون زوجتي فتقول له انت فعلا اتجوزها عشان هي اخت زوجتك من الاب فيقول لها ان الزوجته سابت واصية وطلبت ان انا اتجوزها والجوازها يكون في بيتها تقول له ما اعتقدش ان هي عايزة جوزها يتجوز اختها وكمان عندكم اطفال يقول لها لا انا عمري محبيت نان انا عند طفل واحد بس وهي مومو تقول له حتى لو انت عايز تجوزها ما تحملش مراتك الاولانية مسئولية الجوازة دي تقول له قبل ما تمشي لو كنت بتحبها فعلا كنت عمرك ما تكون معايا وتمشي وبعد انت فقران وهي بتبكي لانها حلمت بالماضي مش كل الناس اللي بحبهم اتخلوا عني ويجي السكرتير ويخبط عليها ويطلب منها تعمل اكل الهوان لانه عند اجتماع مهم وانه الوقت بدري وما فيش اي خدمة في البيت تعمل الاكل ويكون السكرتير متوتر ويقول لها مبارح انا اللي جذبت في اللي عملته سيدة نان وان الحساب فعلا كان ملك سيدة نان مش الشركة تسألوا ليه جذبت يقولها لان نان خطيبة السيد هوان واحنا خدم من الطبيعي ان احنا نتظلم شوية تقول له طبيعي احنا خدم عشان كده مش ممكن ادافع يقول لها ايوه فتقول له انا ران انا تظلمت كتير في حياتي في الاول ومش عايزة تظلم تاني وتمشي وتود الاكل الهوان وتكون بتبكي يسألها انت بتبكي ليه تقول له انت عايز تعمل معايا نفس الحيل اللي عملتها مبارح فيقول لها مين ادك الاذن انك تتكلم معايا كده انت مجرد خدامة تقول له صح السيدة نان هي سيدة البيت ده زوجتك كانت حامل وكانت هتموت وماهتمتش بحياة اطفالها التلاتة لكن ما اننسيتش تكتب وصية انها تتجوز اختها فعلا انان رائعة جدا وضحكت عليك وتمشي اتعصب البنت دي هي فعلا عارفة يا بتتكلم عن ايه ويدوي الاكل ويلاقيه نفس طعم الاكل بتاع مراته الاولانية فيروح بسرعة ويراها ويمسكها مين اللي علمك تعمل الاكل ده تتوتر محدش علمني يقول له مستحيل انتي قلتي ان انا وزوجتي عندنا 3 اطفال فينا الاطفال التانيين وازاي عرفتي تقول له انت اكيد غلطت في السمع يسألها ايه علاقتك مع ران زوجتي تقول له انا ما عرفش انت بتتكلم عن ايه انا عملت الحساء ده اتعلمته من البرامج اكيد هي كما تعلمته زي هيسيبها انا نسيت انك بتحبي تقلدي زوجتي في اي حاجة ما تتوهميش محدش هيقدر يكون مكان زوجتي وبعدين يكون متعصب ويتصل بالسكرتير عشان ران تعمل ليه قهوة ويقول له انت شربت قهوة كتير يقول له خلاص خليها تعمل شاي انا مش هقدر اصابها مش بتشتغل وتروح تودي ليه الشاي ويكون بيتكلم في التليفون وتمشي ينادي عليها انا تعبان ساعديني وتقول له انا خدمت مومو مش انت انت خليتني عمل لك قهوة وشاي كتير ودي مش وظيفتي ما تتخطاش حدودك وتسيبه وتمشي يخرج ويسمعها بتتكلم في التليفون وتقول انا مش معاك لازم تهتم بنفسك ويستخبه وتقول ران انا كمان مفتقداك لاني مشوفتكش من فترة كبيرة انا مفتقداك جدا واكيد بحبك اكتر وكل دا وهوان سامعها ومتعصب ويسأل نفسه هي بتتصل بمين اكيد راجل عشان كده ما عندهاش مشاعر ليا واضح انه عندها هدف تاني يقف قدامها فتمشي يمسك هجامك كنت بتكلمي من دلوقتي تقوله انت ملكش علاقة بيه يقولها زي ما ليش علاقة انت عندك هدف جديد صح وتصرخ عليه عشان يسيبها يرفض ويقرب منها فتبعده وتضربه يتصدم وتقوله انت عملتها حاجة مش ممكن تتعامل فلازم اضربك فيقولها من الزكاء تلعبي مرة واحدة لك من الغباء تلعبي مرتين يقولها انت بتقلدي زوجتي فكل حاجة وقصد تقرب من بنتي حتى بتحاول تبوز علاقتي بخطبتي وكمان بتغويني تقوله انت بتهزر امت بوضع علاقتك مع نان يقولها ايه مش صح تقوله لما انت مهتم بخطبتك كده ليه بتغشها بتستمتع بشعور الغش فيمسكها ويقولها هقولها مرة تانية فتيجي مومو لسه ما نمتوش لحد دلوقتي انا صحيت لان احلمت بكابوس ممكن تيجي معايا عشان انام وتمشي وهي متعصبة فيتصل بالسكرتير عشان يروح الشركة يقوله ان انا قلت كل اعمالك النهاردة للبيت ليه عايز تروح الشركة يقوله انا اندمت ويمشي ويكون متعصب ايه الغلط وواضح ان قلبي اديته من فترة كبيرة لذوقتي ران لي دلوقتي بينادي على ران الخدمة انا غضبان وبعدين يكون السكرتير عارف الصحفي اللي صوره مع ران واعترف مين اللي يداله المعلومات وبعدين تكون نان مستنية الجدة في البيت لفترة كبيرة لانها مش بتقابل حد في اول النهار وتروح الجدة تقابلها وتديها نان مجوهرات من اكبر المصممين وصعب ان هي تشتريهم وتعجب الجدة بيهم وتقول لها انا كنت عدالك في عيد ميلادك لكن للأسف بعد عيدي الميلاد مش هكون ليه علاقة بيك لان هوان هيفسخ الخطوبة تتخدم الجدة كل الناس عارفة عنك وعن هوان وتقول لها انت قلت اني هادر اتجوزه وتعصب وتقول لها لازم هوان يحترم اخر رجبات مراته ومرة خمس سنين ليه عايز يفسخ الخطوبة هو الجواز لعبة في عينه ما تقلقيش انت زي بنتي واكيد هساعدك فتقول لها نان انا استريحت دلوقتي والمصامم عنده مجموعة مجوهرات تانية هرشحها ليكي وادهلك هدافع عند ميلادك فتفرح الجدة انا اكيد هساعدك على طول فتشكرها نان وتمشي تسأل الخدمة الجدة مش انت كنت بتكرهي نان تقول لها لكن هي اكيد افضل من الخدامة ران وبعدين يجي يحرس ويوقع افرام في الشارع ويخليها تركب العربية عشان تعابل الجدة وتروح تعابلها تقول لها الجدة انت فعلا جميلة تقدر تخلي اي شخص يحبك تقول لها وانا هنا عشان تقوليلي ان انا جميلة تقول لها الجدة انت خدامت وان بيديك كام تقول لها مش اكتر من 6000 تديها شيك ب100 مليون علشان تسيبه وتخرج من البيت وتقول في نفسها مرت سنين كتير ولسه الجدة زي ما هي وتقول لها ما كنتش توقع ان استحق كل ده تقول لها انت ما تستحقش تكوني حافتتي هي لا تستحق لولا ان حافتتي جدت وبكت ليا ما كنتش حارة في ان صار حقيقية تقول لها ران قوضي الجميل تقول لها حافتتي المستقبلية هي اللي اشترته لي هي تعبت عشان تجيبه وما فيش منه غير واحد بس في العالم كله فتبتسم ران تقول لها الجدة التعالب اللي زيك ما يستهلوش غير انهم يكونوا خدمين عمرك ما تداري تكون عندك زي ده او تتوهمي انك تكوني زوجة حافيدي خد الفلوس وخرجي برا بسرعة وما تخلنيش استخدم طرق اقوى من كده فتقول لها ران لكن عقدك مزيف ما يسويش حتى مليون تقول لها زوجة ابني المستقبلية مش ممكن تشتري حاجة مزيفة انت مجرد خدامة مش هتعرفي الحقيقة من المزيف وخد الفلوس وخرجي من البيت خلال ثلاث ايام فتحاول ران تستفزدها وتمشي الجدة وترجع البيت وتحضنها مومو لانها كانت قلقانة عليها تقول لها انا ياه كانت بيجيب فلوس تقول لها مومو لكن انت بتغذي من بابا فتخليها تمشي عشان عايز تتكلم معاه وتديله الفلوس اللي ادتهالها الجدة يقول لها انت مرتبك قليل تقول لها انا شايفة اني استحيه اكتر من مليون انا عايزة زيادة يوم ويمسكها لما خدتش الفلوس ومشيتي فعلا انت مترددة سبيني تقول له هو مش انت فبيقربها هدفك مش انا لكن ما اعتقدش ان انا مش في تفكيرك يقول لها وشك احمر ما اعتقدش انك هتقدر تسيبيني تقوله انا كمرتب في السنة عشرة مليون برا البلد ليه ما حققتش معايا يقول لها هدفك ايه تقوله في الوقت المناسب هتعرف وقبل ما تمشي تقوله بس انا مش هقزي مومو اما قلتش مراتك ويخلي السكرتير يجيب له شغله اضافي بيجي السكرتير ويلاحظ روج على ملابس وان يقول هو ده نفس درجة الروج بدياتران يقوله من الافضل انه لايه خدامة افضل لمومو وتكون بعيدة عنك انت كمان يقوله ده مش الوقت المناسب بنتي مش هقدر تنفصل عنها يقوله انا خايف تكون مش بس مومو هي اللي مش هقدر تنفصل عنها من الافضل انك تتم بجوازك يقوله انت هتعلمني اعمل ايه ويمشي ويفتح الكمبيوتر ويكون صورته مع الزجته في الشاشة ويقولها ليه تفتي تاني بعد ما جبتي مومو انت فين وبعدين يروح للجدة وتقوله انت هنا ليه هو فيه حد قالك حاجة يقولها طبعا ويوريها الفلوس اللي اديتها الران تقوله انت بتتصرف كأنها شخص قريب منك يقولها زي خدامة ما تستحقش كل الفلوس دي بنصحك اتصدقي بالفلوس دي افضل ومش عايدة اتكلم تاني عن الموضوع ده تقوله انا بعمل كده عشانك عشان خدامة حقيرة عايدة تفسخ خطوبتك يقولها هي اللي قالتلك ان انا افسخ الخطوبة صبرا تقوله لا طبعا هيا طيبة وعقلة ازاي هتيجي وتشتكي لي انا اكتشفت الكلام ده الواحدي يقوله انا افسخ الخطوبة حتى لو كانت ران مش موجودة وخدي فلوسك فتتعصب وتربع لي الشاي انت بتعمل ايه زوجتك ماتت ومش عايز تجوز اي بنت من اللي عرضتهم عليك وانت كنت مصر انك تخطب نان دلوقتي عايز تفسخ الخطوبة معاها صعب يكون عندي حفيد يقوله لو عايزة حفيد فكده يكون عندك لكن خطوبتي مع نان حف سخة ويمشي وبعد انت قابل نان الجدة وتقول لها ايه اللي حصل سمعت ان هوان كان هنا قالك ايه تقول لها انا كنت عايزة ساعدك لكن هوان عنيد فتديها نان عقد تاني لنفس المصمم فتقول لها الجدة اكيد هلاقي طريقة تانية عشان يوافق فتشكرها نان وتسألها الجدة العقد ده مزيف تتوتر انت بتقولي ايه انا حاولت بكل جهدي عشان اشتري من المزاد وكمان انت عندي كتير مجوهرات اكيد هتكوني عارفة لو هو مزيف او لا وفي عيد ميلادك هحضرلك هدية اكبر تقول لها الجدة انا طبعا مش بشك فيك تمشي نان تتصل بالسكرتيرا وتقول لها ان المرة دي كنت هتكشف المرة الجاية هتيل المجوهرات اصلية تقول لها ازاي دي عندها 80 سنة ازاي عارفت تعرف ان المجوهرات دي مزيفة وكمان اعمالي السيد ايه غالية جدا اي اقلادة بيكون سعرها الضعف عن اي اقلادة عادية تقول لها دوري على السيد ايه تقول لها ان في مجموعة من المجوهرات هسألك عليها وبعد يكلم الدكتور رانوي يقول لها انتي سبتي حاجات كتير معايا قبل ما تتفري واحدة منهم مجموعة من مجوهرات اسمها مرابط النجوم وفي ناس بتسأل عنهم علشان تشتريهم وقالت ان هي زوجة السيد هوان وعايزة تشتريهم للجدة عشان كده باسألك هي تقصد ايه وان هي مترددة تشتريهم بالسعر كامل وعرض علي اقتراح ومستعدة تدفع 8 مليون ويسألها رأيك ايه تقول له هاتلي المواد وانا هعمل لها واحدة مؤلدة مش اصلية يقول لها تب المجموعة الاصلية تبقى فين تقول له الاصلية هتكون معايا انا والمزيفة هعملها لنان وادهالها وبيعها لها ب8 مليون وبعد انتي حلم رنب كابوس وتفوق مغدودة فجأة يفتح هوان النور لانه كان جنبها يسألها انت حلمتي تقول له كان كابوس يسألها حلمتي بيا تتصدم انا وانت مفيش بينا اي علاقة او حتى اقارب عشان احلم بيه وتقوم يمسكها ازاي ما احلمتيش بيا وانت كنت بتنادي باسمي في الحلم تقول له ازاي انادي باسمك وبعدين ما تدخلش غرفتي وتخرج منها زي ما انت عايز لو ان انا عرفت ما اعتقدش ان انت هتقدر تشرح لها يمسكها انت بتتهم كتير هي بتفكر في ايه تبعد ايده انت اللي مهتم برأي ينان هي خاطبتك يقول لها لا هي مش خاطبتي ما بقيتش خاطبتي انا بفكر في اعلان فسخ الخطوبة فحفلة عيد ميلاد جدتي بعد ثلاث ايام تتصدم وتقول له بسببي يقول لها شايفة ايه فتهرب بسرعة وتقول له ان هي تعمل اكل المومو وبعدين يتكلموا الخدم ان الجد رحت المستشفى فجأة واللي بتعتيني بيها هي ينان وان هي حفيدة كويسة وتروح ران وتسألهم فيمشوا ويجي هوان ويقول لها ما تخرجيش انتي ومومو النهاردة خليجي في البيت تسأله لو الجده كويسة يقول لها صحتها افضل مني هو ده اللي هي بتعرف تعمله لانه عارف ان هي كذابة ومش مريضة وبتتظاهر بكده وبعدين تسألها بنتها ليه بابا خرج بدري تقول لها انا مش هكون معاك لازم تتمي بنفسك تسألها ليه هتضطردي تقول لها لا انا بس ما رسمتش من فترة كبيرة وترجع ترسم تاني وتقول لها ان هي تروح البيت القديم اللي هي مأجراه ويرسمه سوا وتكون مومو سعيدة ويروح المستشفى لجدته اول ما تشوفه نان تعمل نفسها بتعيط وتقول له انت ليه تأخرت انا كنت قال انا طول الليل على الجده ويخبط هوانا على الجده ويدخل وتقول له انا كنت غطبانة منك لدرجة ان انا دخلت المستشفى لانك بتدفع عن الخدامة يقول لها ان انا اديتك ايه عشان تعملي كده تقول له تقصد ايه ان انا بتظاهر يقول لها لو مريضة فعلا كنت طلبت من الاطباء يعلجوكي حالا لكن انت مش مريضة يقول لها ليه جيت المستشفى وانت مش مريضة دفال سيء ليكي تقول له لا يقول لها انا عارف صحيتك كويس فتقول له لازم تسمع كلامي ده كويس ليك اطرط الخدامة دي انا كبرت الموضوع مش مستاهل امثل معاك يقول لها انا قلتلي قبل كده مش هطردها لكن سبب فسخ الخطوبة هتعرفي بعد الحفلة تقول له انت عايز تخدعني وتكون نان متعصبت من كلامه ستصل نان بشخص وتقول له البنت اللي اخدت مومو للبيت المستعجر مش عايزهم يرجعوا تاني لبيت هوان وتكون ران في البيت القديم بتدور على رسوماتها المرابط النجوم علشان تزيف المجوهرات والبنت تكون مش عارفها تفتح الباب وتصرخ تسألها هي اللي حصل تقول لها مومو انا شوفت شخص جاي هنا وبعدها الباب يتقفل مش عارف افتحه وتحاول ران تفتحه ما تعرفش وما تعرفش تتصل بأي حد لان تم حظر شبكة الاتصالات في البيت ويكون ابنها مش عارف يتصل بها بسبب حظر الشبكة ويروح البيت ويلقى اشخاص وقفوا قدامه يتصل بأخوه ويعرف ان تم حظر الشبكة وان ده بسبب نان اف سيارة ويطلب من السواء يروح المستشفى يقول له السواء لو انت عايش هنا لازم تخلي بالك لان بيكون في المكان هنا حرائق كتير خصوصا لو امك مش موجودة ويكون هوان لسه مع جدته تقول له لو ما تدتنش سبب النهاردة مش هسمح ليك تمشي فتقول لها نان ما تتعبيش نفسك انا مش هادر اكون حافتك وتبكي فاجأ ابنه بييجي انت هنا انت عارف فين بنتك وران هيتحرقوا دلوقتي لحد ما يموتوا يتصدموا يقولوا انت مين وبتتكلم عن ايه يقولوا لو عايز تنقذهم لازم تيجي معادي دلوقتي وإلى الوقت هيتأخر فتقول له نان انت بتقول ايه يقول لها ابنها انا حزبك بعدين وياخد ابوه يمشي ويكون ران وبنتها متخنوئين من الحريقة وتحاول تخبي نفس بنتها من الدقان وران تكون مش قادرة تتنفس وتكون عايزة تخلي بنتها تمشي من اي مكان لكن البنت تقول لها لو سبتك انت ممكن تموتي تقول لها خليكي مطيعة لامك وافتكري ايه وعت سيبي بيت ابوكي وقبل ما بنتها تفقد الوعي تخرجها من الشباك بحبل اتقول لها البنت لو كنت عرف كنت سمعت كلام اخويا وما وفعتش ان انا ارجع تقول لها حتى لو ما كنتش وفاتي كنت هارجع انا واتطمنها انها تكون كويسة وتقبلها وتنزلها وتحاول تطف الحريق وتصرخ للمساعدة وتتعب جدا وتقول هي دي نهايتي للدرجات انت غضبانة ينان وتفقد الوعي ويجي وان ويفوقها وتقول هو ده انت ولا حلم تفقد الوعي وبعدين تفوق في المستشفى لا اهوان جنبها مريض جدا او بتسأل الممرضة ايه اللي حصل تقول لها ان جوزك واجه النار مبارح كتير وكمان اتطعن في بطنه وشالك للمستشفى وهو بيجري ووضعه اخطر بكتير من وضعك ومش عارفين هيفوق امتى تتصدم ليه عمل كده ليه انقذني وتتحسن حالة رون وتقدر تنتقل لغرفة عادية وقبل ما تمشي تبص على اهوان لو ما فوقتش مش هتشوف زوجتك تاني ابدا يفوق هوان ويكون متعصب هي فين هتهالي توقفها الممرضة لان اهوان فاق وعايز يشوفها وتروح ويقول لها انت قلتي ان انا مش هشوف مراتي تاني صح الكلام ده تقول له ايوان اقولت كده ويسألها فين زوجتي تقول له معرفش انا بس كنت عايزك تفوق بسرعة وافتكنا الكلام جاب معاك نتيجة كويسة فيهم ساك انت كذابة واضح انك عارفة مكانها قوليلي قلت لك معرفش ما يصدقهاش افتكر ان قلت حاجة تستفزك انا مسمحش لأي حد يهذر معايا بيها او حتى يهددني بيها او يئذيها تقول انت قلتي مش هتسمح لأي حد يئذيها طب وانت مش انت قذتها انت دايما بتقول ان انا قذتها لكن في رأيي انت اللي قذتها لدرجة ان هي حتى مش قادر تظهر قدامك يجي الدكتور ويبعدها عنه بصرعة ويعلجوه تاخدها الممرضة وتقول لها انها سامت ان السيد هوان كان بيحب زوجته جدا تسألها نفي غيبوبة من امتى تقول لها من يومين تسألها لو حد جمي اليومين دول فتقول لها ولد صغير وكمان بنت مع جدتها تتصدم مع الجدة تقول لها رغم ان الجدة بين عليها شارثة لكن مع البنت لطيفة وتيجي بنتها وتطمن عليها تيجي الجدة وتعرف انها كانت معاها طول اليومين وتقول لها الجدة انت جسمك ضعيف وانت يمشي تدري تعتني بمومو وهتطلب من مديرة البيت تديكي مرتبك وتمشي وبعد ما تخرج من المستشفى اشتغلي في مكان تاني ترفض مومو طبعا لانها امها وانها مش عايزة اي شخص تاني يعتني بيها فترفض الجدة وتخليها تلعب علشان تكلم رون وتقول لها الجدة ما تكونش توقع ان حافدتي بتعتمد عليك كده انت فاكرة لما تحبك وتعتمد عليك هتقدر تكوني في منزل هوان تقول لها انا بس بحبها تقول لها الجدة افتكر انك بتحبي ابوها انت جميلة لكن قلبك باشع تقول لها رغم ان تفكيرك منطقي لكن كل حاجة غلط وبتشوف السلسلة وتبتسم نانت ديتك هداية تاني تقول لها انان هي طيبة وكريمة وافضل منك وهي عمت مومو انت فاكرة ان المليون قليل عليكي وقول المبلغ لكن ما تكونش جاشعة فتقول لها ليه انت بتسوي بسعر السلسلة تقول لها ما تغيريش الموضوع عايزة اديك اقد ايه علشان تمشي تقول لها امشي من غير فلوس لكن عندي طلب لكن استني بعد حفلة عيد ميلادك فتوافق فتقول لها كمان نان هتديني افضل اعمال للسيد ايه في الحفلة وهتدار تشوفي بنفسك ومستنية تكوني عندك شجاعة انك تقوليلي انها مزيفة فتوافق ران وتقول لازم اسوي حسابي مع نان ترجع ران لهوان وتبص عليه ويخليها تدخل يقول لها ليه بترقبيني تترية لانك وسيم يقول لها انا اسمعت انك وعدت الجدة انك هتمشي ايه وصلت الهدفك من وجودك معايا تقوله لا ويسألها ليه هتمشي تقوله انك دايما عايزني امشي وبعد حفلة عيد الميلاد فعلا هامشي وتمشي فيقول لها مش انتي كنت مترددة ترجع انا فعلا مش عايز اسيب مومو يسألها في حد تاني غير مومو تقوله طبعا لا مومو بس من الافضل انك تستريح وتمشي يجي السكرتير ويقوله ده الوقت اللي تبحث فيه عن خدامة جديدة يقوله لا يسأله لو هيسلم الادلة للشرطة يقوله ما تستعجلش بس رأي ابنان يقول لكن دلوقتي معانا اادلة فيقوله لا استنى ران كانت صح ران زوجتي جابت مومو لي وما كانتش عايزة تيجي تشوفني ابدا لاني أزيتها جدا يستغرب ازاي تعمل كده كده هي بتقارن سلامة مومو اكيد قلبها يتكسر فيقوله دلوقتي رائب نان وانا ههتم بحماية مومو من نان وبعدين تصل الدكتور بران ويقول لها انه بعد ما رائب بيت نان كان هوان بيحميها تتصدم وفاجأة ييجي لها السكرتير ويقول لها ان بكرة عيد ميلاد الجدة وان السيد هوان هيعلم مين هي مومو قدام كل الناس وياردت البسي ملابس مناسبة للحفلة وقبل ما تقفل الباب يمسكه انت عايزة تكوني في بيت هوان لو عايزة تكوني روحي لمكتب السيد هوان هو مستنيكي فتقف الباب وطرفض تروح له ويكون هوان مستنيها لمدة ساعتين هي فعلا مش عايزة تكون تاني في البيت ويروح لها الغرفة لكن بيكون متردد ويمشي يرجع المكتب ويمسك صورته مع زوجته انت فين ويبكي فجأة بتيجي لي فكرة ويمشي بسرعة بعدين تيجي نان لرون وتقول لها انا سمعت انك هتمشي انا قلتها قبل كده اللي بيتيه لي نهايتهم هتكون سيئة من قال لك تساعد الطفلة تتعصب انت بتتنمري على طفلة عندها خمس سنين وفخورة بكده انت واقحة جدا وليها تاني كده وتقول لنفسها ازاي خدامة حقيرة تتجرق وتبصيلي كده ودي نفس نظرات رون اختي من ابويا بس وتيجي تضربها تمسكها رون وتقول لها اللي زيك بس هما اللي بيستخدموا العنف وتسيبها وتمشي وتقول زي ما قدرت اتخلص من سونج رون هادر اتخلص منك انت كمان اوعي تفتكري انك عشان سبت البيت مش هادر اعمل ليك حاجة فتقول لها مستني ياكي وتكون رون مع بنتها ويجي هوان ومعا شنطة تلاحظها رون الشنطة دي مألوفة لي شفتها فين وتسأل البنت ابوها ايه اللي في الشنطة يقول لها ده الفستان اللي هتلبسيه في الحفلة الجاية فتقولوا لكن العم رون اخدتني واشترت ليا فستان فيقول لها انا غيرت رأيلي وهتلبس الفستان ده ويديها الفستان اول ما تشوفه رون بتتصدم تسألوا جبته امتى يقول لها مبارح رحت المدينة يونج ولقيت المكان اللي امك عايشة فيه وقبل انا وامك ما نتجوز كنا عارفين اننا هنجيب بنت فعملنا لك الفستان ده قبل حفلة الزفاف وهي كانت بتعرف تصمم ملابس تستغرب رون مش ممكن ده مره وقت طويل لسه فاكر انا نسيت الفستان ده وتكون مومو سعيدة بالفستان وتسألها الفستان حلو تقول لها رون جميل ويقول هوان دايما زوجتي زوجها جميل تسألوا رون ليه فجأة فكرت في الفستان يقولها لان زوجتي ممكن تكون موجودة في الحفلة وانا عايز مومو تكون مميزة لاني هعلن ان هي بنتي في الحفلة وعايزها تكون عارفة ان انا لسه محتفظ بها في قلبي لو ما كانتش موجودة اكيد هتحس باللي انا عايز اقوله تقوله رون انت كده بتستغل مومو عشان زوجتك لو بعرفت مومو هتكون حزينة يقول انا مش بستغل رون زوجتي ومومو بنتي فتسألهم مومو انتوا بتتكلموا عن ايه يسألها ابوها الفستان حلو تقوله ايوة لان ماما صنعته بنفسها علشاني وتكون سعيدة فيعملنه فجأة توكا فتقول لها استني واتخيطوا ليها كويس يقول لها هواد انت مهتمية او بالفستان وكأنك انت لفصلتي تتوتر وتقوله انا لا ده فستان عادي ده هو بس ما تخيط خيطة بداية وانا بعرفة خيط عادي تسألوا مش انت كنت بتحب زوجتك ازاي مش عارف عادتها الصغيرة في خيطة الملابس والنهاية كانت لسه مبتدئة يقول لها انا ما كنتش موجودة وهي بتعمله تقولوا ليه ما كنتش معاها يقول لها الوحيدة اللي تقدر تسأل السؤال ده هي مراتي وبس ومش من حقك تستجوبيني تعتذر انا اسفة بسأل عادي ما توقعتش انه هيئلمك السؤال ده انا اسفة مش هعمل كيه تاني وتمشي ولما تمشي يقول دلوقتي او بعدين هعرف انت مين وتروح رون تكلم صديقة الدكتور ويسألها لو انت رايح حفلة الجدة انا عايز اروح معاك عشان اعرف مين دول اللي يدروا يتنمروا عليك زمان فتوافق وتقوله هنتقابل النهاردة فاجأ يجي هون انت كنت بتكلمي حبيبك صح تقوله لا انا ما عنديش حبيب فيقرب ليه دايما بتكلميه وليه جيت بيتي عشان تكوني خدامة وكنت دايما بتحاول كتير تغريني تقوله لا انا قلتلك من البداية انا هنا لان انا بحب مومو علشان كده اشتغلت خدامة الموضوع مالهوش علاقة بيك انت عشان وسيم فاكر ان كل الناس مجنونة بيك واي بنت اطعف حبك يقول لها انت عمرك ما حاولت تغويني عمرك ما حبتيني تقول له عمري ما حبيتك فيتعصب ويقرب منها تبعده فيشيلها تقوله انت بتعمل ايه بتعمل ايه وتقول في نفسها ابني زي المريض مستنيني انا ما قدرتش اكون حامل فااخي ليه علشان انقذه انا لازم اكون حامل دلوقتي يقول له هون الموضوع انك مش بتحبيني صح دلوقتي اعترفي اندي محاولتش تغويني ويقوم ويقوم يروح عشان يفوق نفسه ويقص الوشه يجي السكرتير ويسأله لو عايز اتصل بالدكتور لانه مريض يرفض ويفتكرها ويقول هو نفس شعوري معها نفس شعوري مع رون زوجتي ويستنتج ان رون الخدامة هي رون زوجته علشان كده حاس بحبها فيقول له السكرتير مش عشان رون زوجتك ورون الخدامة متشابهين يكونوا هما الاتنين واحد ويقول هون اكيد رون زوجتي غضبانة مني علشان ما عارتش هلاقيها طول السنين اللي فاتت دي وهي ما حبيتش اي شخص تاني لسه بتحبني انا وبس يقوله لكن هي ما ظهرتش وبقالها فترة كبيرة يقول له هون اكيد هتظهر الليلة وبعدين تكون رون في الحفلة وتقول اخيرا هنتقابل مرة تانية وتشوف هنان ما توقعتش انك هتيجي النهاردة لكن ما كانتش مهمة تيجي النهاردة مش هتستحمل تشوفيني انا وهون سعداء النهاردة هنعلن جوازنا فتقول لها مبروك وتقول لها الحقيرة رون زوجته بعتت بنتها وهي ما تجريتش ترجع واللي خطت للحادثة بتاعتها كان هوان لان هوان بيحبني انا وبس وكان عارف انها حامل تقول له انت بتحكيلي ليه احنا مش قريبين عشان تكلميني كده انا بس بقول لك ان انا وبس اللي في قلبه وهتخسري قدامي زي ما ران زوجته خسرت قدامي واتهانها نانو تمشي وييجي صديقة ويقول لها انه عايز يقابل هوان تقول له لأ دي عيلة كبيرة يقول له ما تقلقيش انا هنفسه منافسة تجارية وبعدين الجده بتعلن عن جواز هوان ونان والجميع بيقولوا اخيرا هيتجوزه لانه بقالهم مدة كبيرة مخطوبين وواحد بيسأل عن هوان هو ليه مش هنا وتعرف ران انه هو راح يقابل والده تقول له رغم جوازي من هوان لكن عمر ما شفته والده وتقول الجده ونان استغلوا غياب هوان واعلنوا الجواز من غير ما هو ما يعرف فهتقول ران لازم اخد مومو وامشي قبل ما يعلن ان هي بنته لازم احمي اطفالي فيقول له صديقها هتغديها دلوقتي بصفتك ايه المكان كله ناس مش هتعرفي تغديها وقلي لهوان انك الشخص المناسب ليه فجأة يجي هوان ببنته وتتوتر الجده ونان لانهو معتقدين ان هو راح يقابل ابوه ويلحظوا الناس ان هي شبه هوان جدا ويقول لها هوان انت طلبت مني اروح عشان استقبل ابويا انا عارفك كويس اكيد مخبية حاجة عني وناني استغلت الوضع علشان تعلنه جوازي تدفع الجد عنها دي فكرتي انا ويعلن هوان ان هو لقى بنته ويقدمها قدام كل الناس ويسألوه مين ام الطفلة يقول لهم زوج تيران لما تعرضت لحادث ما عرفتش ألاقي جزتها افضلت دور عليها الفترة كبيرة دايما كنت مصدق ان هي ما ماتتش ودتني البنت الجميلة دي ويسألوه هي فين يقول لهم لا هي مش هنا هي وفيه ثوق تفاهم ورفضة ان هي تظهر وانا مستعدة استناها طول عمري ويفسأ خطوبته من نان ويستغرب صديقها ان هو فسخ الخطوبة رغم ان هو بيحب نان تقول ران انا كنت متجاوزة تالت سنين هو بيكرهني لدرجة ان هو تخلص مني واكيد ملي من نان فدي مش غريبة وتستغرب نان ان هو فسخ الخطوبة ويقول لها ما تلعبش الحال الصغيرة دي علي ويعتذر لفسخ الخطوبة ويقول ران بتحب اختها جدا واشترت لي عشقة وقبل ما تموت سابت وصية ان اتجاوز نان اختها من الاب علشان اهتمي بيها في البداية كنت فاكر ان الكلام ده مضحك جدا لكن بعد سنة من وفاة زوجتي وفعت على الخطوبة علشان ران لكن كانت خطوبة مزيفة مش اكتر قدام الناس عمري ما حبتها وفسخت خطوبتي لان بنتي رجعت وزوجتي عايشة وانا مش حاسس باي ندم على فسخ الخطوبة دي وتقول ران ده لنا متوقعة من هوان دايما بيطلع نفسه بريء اجوان يخلي الناس يصدقوا كذبته كذبة جميلة ويبص الران ويقول اتضح ان امراتي بعت تران الخدامة تكون عاملة سرية وياخد بنته ويمشي وتعتذر الجد عن اللي حصل وتقول لهم ان نام بنتي كويسة هو ما قال ليش ان هو عايز يفسخ الخطوبة احسن اتعب هي جابتلي هدايا بعشرة مليون وبتعتذر الجده ليها تقول لها انت ربطيني وانا مش ممكن انسى هديتك رغم اللي حصل وتديها عقد هدية فتقول البنت الصغيرة مومو ان العقد ده مزيف يتصدم كل الموجودين وتقول لها نان انت بنتي مش متربية والدتك معلمكيش العدب ازاي تقولي كده ده مصمم مشهور يقول لها اهوان ازاي عرفت ان هو مزيف تقوله لان المجاهرات الحقيقية انا اللي صممتها تقول لها نان انت عمرك قد ايه عشان تصممي انت حتى ما تدريش ترثمي ازاي تكذبي وتجيب لها امه عشان تطهى وتوري له التصميم والمجاهرات الاصلية ده التصميم التصميم ناعم لو بتتهمي اصلا في التصميم وتقول لابوها تقدر تجيب ليا مصمم يميز التصميم الحقيقي من التصميم المزيف ويجيب ابوه ويكون مصمم مجاهرات وتوري له التصميم ويعرف ان هي حقيقية وتقولي انا كنت عايزة يكون عندي عيلة كاملة وتبص المامتها علشان كده سمتها مرابط النجوم لان النجوم بعيدة في السماء ومش بتتجمع ومش عارفة طولها ويقول جدها اخيرا عرفت مين هو السيد ايه ويقول لي نان ازاي تقولي انها حفدت كذابة تقولي ايوة كذابة انت عشان جدها بتدفع عنها ازاي طفلة صغيرة تكون مصممة مجاهرات مشهورة اكيد اللي معها مزيفة انا اتصلت بالسيدة تشين علشان اجيبي المجموعة اكيد المجموعة اللي مع سيدة تشين هي الاصلية ويقوم تشين فجأة ويقول وانت فاكرا ان بالسعر اللي عراطيه علي ده تقدر تشتري بيه المجموعة الاصلية ولاننا السيدة تشين يصدم الكل ان السيدة تشين هنا بنفسه وتكون الجده سعيدة ان حفدتها هي المصممة وترمي هدية نان وتقول مومو انا ههديكي هدية وتحاول نان تهرب توقف هران وتقول لها لسه في حسابات عايزة سويها معاكي وتقول للكل ان نان كانت بتقذي مومو وتوريهم الدليل على اذيتها وانها كانت عايزة تموتها وكانت عايزة تموتني معاها ويتعصب ولد هوان ويقول لها ازاي تعرف ان نان بتعمل كده وخطبتيها لابني تقول لنا معرفش ان هي عملت كده ويسلموها للشرطة وتقول نان انت ران انا عرفت انا سبتك تموتي اشتركوا WallOW اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة